يبدو أن المحادثات ماشي منيح متحدث روسي قال أن أوكرانيا محايدة بجيش محدود ممكن أن يكون حل وسط وحل محتمل بينما كييف قالت أنه بحاجة لضمانات أمنية لكنها تعتقد أن بوتين ليس جداً بشأن السلام وأنه فقط عم يحاول يكسب وقت لإعادة تجميع قواته رئيس جو بايدن قال أن الولايات المتحدة سترسل إلى أوكرانيا طائرات مسيرة وآلاف الصواريخ المضادة للطائرات والدبابات بعد أن وافق مباشرة على حزمة مساعدة عسكرية بقيمة مليار دولار لأوكرانيا وصف بوتين بأنه مجرم حرب جيرون باول أكد للأمريكيين أن الاقتصاد لن ينزلق إلى الركود أمس بدأ باول ورفاقه حملة تشديد من المقرر أن تكون الأكثر سرامة منذ عقود بعد رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع النقطة والإشارة إلى ست زيادات أخرى هذا العام باول قال أن التدخم مرتفع للغاية وأن سوق العمل محموم بشكل فائد وتوقع سلسلة من زيادات الأسعار تنتهي هذا العام عند 1.9% ثم إلى 2.8% بنهاية العام 2023 عند هذه المستويات حظوظ النمو طبعا تتباطأ بس باول قال أن الاقتصاد الأمريكي أوي جدا وفي وضع جيد للتعامل مع سياسة نقدية أكثر سرامة المتعاملين بسندات الخزانة مش كتير شارين هذا الموضوع مش شارين تصريحات جيرون باول المتفائلة بشأن النمو مع توقعات اللي رفع الفائدة إلى 2.8% مع نهاية 2023 يتزايد قلق المتابعين أو المتاجرين باستندات من أن الاقتصاد قد ينهار تحت وطأة تطبيع السياسة النقدية السوق عم بتسعر مخاطر ركود عالية نراها تنعكس بين عوائد الخمس والعشر سنوات وبالتالي سوق السندات تستعد لخسائر جديدة على ما يبدو أخبار تنظيمية إيجابية أتت من الصين يوم أمس تم الكشف عنها قبل كما ذكرت يوم أمس تساعد الأسواق اليوم الأسهم ارتفعت في منطقة آسيا والمحيط الهادي بأكثر من 2% ونتيجة مكاسب التكنولوجيا دفعت الهانكسنغ في هونغ كونغ إلى الارتفاع حوالي 6% عند الافتتاح اليوم بينما حفزت ضعف الليان الياباني الأسواق في اليابان كما نرى النكاي يرتفع بأكثر من 3% و13% النفط أوقف انخفاضه الذي دامه ثلاثة أيام لكنه يبقى منخفضا بأكثر من 10% على مدار الأسبوع متحدث باسم جونسون بوريس جونسون قال في بيان بعدما زار السعودية أن رئيس الوزراء وولي العهد التفقى على التعاون للحفاظ على الاستقرار في سوق الطاقة ومواصلة الانتقال إلى التكنولوجيا المتجددة والنظيفة ولما نسأل بوريس جونسون إذا ما كانوا أيضا اتفقوا مع ولي العهد السعودي على زيادة المعروض من النفط قال أنه أنتوا بحاجة أن تسألوا توجهوا هذا السؤال للمملكة العربية السعودية إذا ما كانت ستزيد المعروض ولا لا رجل الأعمال التركي بيراك قال أنه يستعد لتقديم عرض نادي تشيلسي لكرة القدم تقديم عرض لشراء النادي طبعا يوم الجمعة بيراك قال لرويترز أنه يتوقع تقديم عروض لنادي الدوري الممتاز بحوالي مليار جنيه عم بيقول أنه شركته أي بي جروب كانت قريبة من إتمام عملية شراء نادي تشيلسي قبل تعرض أبرابوفيتش للعقوبات في المملكة المتحدة كان السعر طبعا أعلى لكن الآن بحكم خسارة النادي عدد من المعلنين والداعمين له أصبحت قيمة النادي بحسب قول بيراك أقل